حروب متعددة تخوضها ميليشيات الحوثي على اليمنيين آخرها حرب العملة الوطنية بضبعتها الجديدة فئة 500 ريال عن ضريق مصادرتها ومنع تداولها في المناطق الخاضعة لها الميليشيات الحوثية ألزمت تجار العاصمة صنعا بالامتناع عن تداول العملة النقدية بضبعتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن وحددت بمصادرة أموالهم ويكشف التعميم نية الميليشيات الحوثية لمعاودة شن حملة لنهب ملايين الريالات من مصارف وشركات تجارية في مناطق صيدرتها بذريعة التعامل بالفئات النقدية الجديدة وفي مديرية زبيد بمحافظة الحديدة اكتحمت ميليشيات الحوثي محال تجارية وشركات صرافة ومصادرة أموال التجار وإغلاق محلاتهم بمزاعم منع تداول الطبعة الجديدة للورقة النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن ميليشيات الحوثي سبقوا أن عممت على نقاط التفتيش التابعة لها بمصادرة الفئات النقدية الجديدة على المواطنين والمسافرين عند قيامها بتفتيشهم بشكل تعصفي خبراء اقتصاديون حذروا من الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات الميليشيات التي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشيا وشحة السيولة النقدية التي تهدد استمرار آداء القضاع المصرفي والتجاري اليمني ولم تكتفي الميليشيات بما تفرضه من جبايات وأتاوات ما بين الحين والآخر لتكمل مسلسل انتهاكاتها بخطوة تحرم ملايين اليمنيين من القدرة الشرائية لتوفير احتياجاتهم وتضع الموظفين في مناطق صيدرتها ممن يتقاضون مرتباتهم في أزمة مادية متواصلة